موسيقى 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 أرحب فيكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج سكورشيت اليوم رح يكون في ضيافتنا كابتن نواف العنزي إلى عبنادي النصر السابق هيا كابتن نواف كابتن نواف اليوم أنت بتكون المدرب للتشكيلة المثالية للنجوم العرب تكلمني عن العرب ونجوم العرب اللي اليوم تعلقوا وصلوا أوروبا نعم عندنا نجوم كتار وصلوا أوروبا وعندنا إمكانياتنا أن نقدر نوصل اللاعبين جيدين جدا خصوصا يعني في بعض اللاعبين أصبحوا أساطير في أنديتهم تميزوا جدا 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 وأداءهم واستمراريتهم صح كنا نفقد هذا الشيء في اللاعبين العرب الاستمرارية فعلا لما يروح من أوروبا الاستمرارية لا تكون موجودة كابتن نواف أسألك عن التكتيك أو الرسم التكتيكي اللي راح تختاره لهذه التكتيك أنا اللاعب 4-3-3 4-3-3 هجومية 4-3-3 نبدي من حارس المرمى والخيارات المتاحة في هذا المركز بالنسبة لنجوم العرب سليمان عبدالغفور ياسين بونو أحمد الشناوي سعد الشيب محمد العويس وخالد العقيدين بونو ياسين بونو بدون تردد بدون بون تردد لا عبا أنا حضرت لأبك سلعان وحارس الحارس يتميز بردات الفعل صح إذا كان ردات فعلة قوية وحارس يجيد أحراسة المرمى بردات الفعلة وهادي داخل المرمى تكنيكة حلوة ننتقل إلى قلوب الدفاع والخيارات المتاحة في هذا المركز وهذا المركز اللي في فترة من الفترات عانينا فيه حتى على مستوى العرب يمكن ولكن في فترة الخيرة فيه نجوم ظهروا في هذا المركز حسان التنبكتي رومان السايس أحمد حجازي محمد سليم فارس علي لبليهي ونايف أقرد أنا أخذ لبليهي علي لبليهي و لاعب المصري أحمد حجازي أحمد حجازي وعلي لبليهي شوف يعني علي لبليهي ويمكن بالفترة الأخيرة الكل يتكلم عن سلوكيات علي لبليهي كثير ما يقدم هاللاعب يتكلمون عن سلبيات تعتقد فيه لاعب يكون مو محظوظ في هالجانب ولا أهجاب لنفسه هذا الشيء لا هو حط نفسه تحت الضغط والضغط هذا أثر على أداءه أطاع أداء أحسن لما يتحدى لاعبين كبار ويؤدي أداءهم أداءهم ترى هذه كبيرة يعني نعم تحدى ميسي والتحدر ونار بعض اللاعبين لما يكون يحد تحت الضغط وتحدي يعطي أكثر يصير أداء أكثر من المعقول بما أن الجنرال يدرب الغاتسية فبادي راح أجزع له المعلومة أم لا يعني كان يكلمنا لما كنا نروح نسوي لقاء مع اللاعبين يقول حط لاعبيني تحت الضغط لأن اللاعبين الغاتسية يبدعون تحت الضغط نعم يعني ذكي يبي أداء أكثر نعم نمسي عليه بالخير الظهير الأيمن والاختيارات المتاحة في هذا المركز بالنسبة للكبت النواف الأعنزي أشرف حكيمي بدرو المزراوي سلطان الغنام محمد البريك وسعود عبد الحميد أنا أخذ أشرف حكيمي أشرف حكيمي الخبرة ومفتاح لعب كان حتى في المنتخب المغربي والمزراوي لا نحن خلنا على الظهير الأيمن ما صعبة الاختيارات تعبتي باختيارات بعدنا ما بلشنا الظهير الأيسر والخيارات المتاحة في هذا المركز نتكلم عن عطية الله يحيى عبد الكريم حسن فوزي غلام بن سبعيني ياسر الشهراني وأحمد علاء ياسر الشهراني ياسر الشهراني ويعني تميز هذا اللاعب أدك أسعالم طيب صحي وحتى يعني مع الهلال رغم الإصابة الخطيرة إذن ياسر الشهراني رح يكون ظهير الأيسر المحور الدفاعي في هذه التشكيلة يعني هؤلاء المدافعين ما يحتاجون الارتكاز أتوقع ممكن يدافعون للمطل يدافعون القول المحور الدفاعي والخيارات المتاحة في هذا المركز خوخي بوعلام محمد كنو طارق حامد النني بن ناصر وصفيان أمرابط النني محمد النني هذا اللاعب تعتقد أنه كان المفروض ياخذ أكثر يعني كأعلام وغيرها لأنه مميز نظلم أعلاميا أعلاميا نظلم حيل حيل النني نظلم لاعب حكم مركزة توقع حكم مركزة سعب اللاعبين الموجودين بالعالم مكان بنقلترا لعبين كبار صح فأنا أشوف أنه ظلم وعموما اللاعب الارتكاس دائما يكون أهم لاعب بالفريق لكن لأنه ما يقول فالناس تروح لقل المهاجم اللي يسجل أنا تمتعني أنت تستهويني باللاعب النص تأخر ما أقدر فعلا يعني فعلا إذا اللاعب النص إذا كان مميز هذا اللاعب الفريق كله رح يكون مميز نعم هو قلب الفريق هو اللي مشي الفريق مدام أمننا دفاعيا واخترنا نطلع فاصل ونرجع نشوف الخيارات الهجومية ولازم تأخذ نفس عميق على الاختيارات الهجومية دربالك حنيش إن شاء الله نطلع فاصل أعزائي المشاهدين ومن ثم لنا عودة مع كبت النواف لأنزي واختيار التشكيل الأمثل لنجوم العرب عودة مجددة معاكم أعزائي المشاهدين وكبت النواف العنزي واختيار التشكيل الأمثل لنجوم العرب أمننا دفاعيا خلنا نشوف الجانب الهجومي ونبدأ من اللاعب رغم ثمانية أو صانع الألعاب عز الدين أناحي حنبع المجبري محمد مجدي أملاح سلمان الفرج وأحمد سيد زيزو سلمان الفرج سلمان الفرج سيكون لاعب الارتكاز ويما تختار لعب رغم ثمانية صح؟ تلعب محور واحد أو محورين؟ ألعب محورين محورين سلمان الفرج سيكون هو الخيار اللاعب رغم ثمانية لا نختارنا للمحور الآن سلمان الفرج سيكون اللي هو رغم ثمانية يكون عنده جوانب هجومية الطرف الثاني أيضا أنت اخترت أملاح نرجع القائمة ما يخالف حطي لي لاعبين صعبين أملاح رح يكون الخيار الثاني في هذه التشكيلة لاعب مميز أيضا وتميز مع المنتخب المغربي في كاس العالم كابتال نواف شنين أشوفك تبني التشكيلة على كاس العالم لا المتابعتي كانت جيدة بكاس العالم وشفتهم فرقهم لعبين وان شاء الله أني ما ظلم تحد بطولة كاس العالم كانت مميزة أعلاميا لدرجة أن الكل تابع كاس العالم والأغلبية حضروا كاس العالم أنا حضرتهم تابعتهم وقرب نشكر قطر على هذه البطولة كانت مميزة الأطراف والخيارات المتاحة في هذا المركز بالنسبة لكابتال نواف نتكلم عن حكيم زياش محمد صلاح رياض محرز عبد الرحمن غريب سعيد بالرحمة وسالم الدوسري أنا أخذ محرز رياض محرز وعندك طرفين خد صلاح خد صلاح وأخذ سالم الدوسري سالم الدوسري ورياض محرز سالم مميز يعني رغم وجود الأسماء قدر أنه يلعب أساسي في ناديل هنا وأفضل لعب أساسي بالنهاية وفعلا ويستحق لا لا نقدر نظلمه استحق إنجازات وشكرا لإنصافك سالم الدوسري رأس الحربة والخيارات المتاحة في هذا المركز تريزي قيم ونير حدادي شبيب الخالدي عبد الرزاق حمد الله يوسف لنصيري وعمر السومة عبد الرزاق حمد الله كنت محتار بينه وبين منهم السومة عمر السومة يعجبك عمر السومة يعني عمر السومة أول موقع والله كلهم لعبين زينين نعم الأميز كان حمد الله والسومة السومة أول موقع مع القادسية تربة والجماهير لعب مغمور ولاعب من أحد يعرفه يعني ظلموه علامي وللأمانة يعني السومة انفجر في ناديل أهلي إحقاقا للحق تفاجئنا بهذه الإمكانيات لعب ميز جدا فاللي اكتشف عمر السومة هذا أعتقد من أميز نعطيه مفروض نعطيه نجمة ونعطيه نجمة نجمة أعجبتني هذه نعطي نجمة يستاهل هذه قبل النجمة نجمة شيكا نعطيه نجمة مشكلة أنا على الهواء ما أقدر أقول لك وكانوا يحطوني نجمة وكانوا يحطوني نجمة تستاهل الله يستاهل شكرا لك قابت النواب استمتعت معكم من خلال هذه الاختيارات لتشكيلة نجوم العرب وقبل لا أختم ما معنى أملاح أملاح لاعب مقاتل لاعب سهين لاعب أنا أحب اللاعبين مقاتلين داخل الملعب اللاعب اللاعب اللي يعطي مجهودة اللاعب اللي يعطي روح للملعب وبسألك عن شبيب الخالدي واحتراف شبيب شبيب الخالدي من اللاعبين مميزين الكويتي احنا بالدورة الكويت عندنا خامات واي طيبة شبيب يستاهل وأنا عاسف أني ما أخذ تشبيب لأن لا أبو عزوز متفهم أكيد بالنهاية اختيارات يعني وعبد الرزاق الحمد لله ترى ما يختلف عن لبليه في بعض الأمور خلني أقولك بالعامية نجري أي نجري بس يأخذ اللي يبه من ملعب في بعض اللاعبين احنا في ضعب مدافعين تحب تستفز عشان تأخذ مننا خطأ عشان تأخذ مننا فرصة فتش عنك ما تعتقد وجوده مع بنزيمة أثر عليه بالأكس أعتقد أثبت أنه قادر هو قادر يثبت بس بنزيمة بنزيمة عذر طبي بنزيمة عذر طبي شكرا لك كبت النواف وأنا أشوف اختياراتك مميزة إن شاء الله أني أكون حست على رضاهم لأن أنا تشكيلتي تمثلني صح إن شاء الله أنا إذا أنا واحد من المشاهدين أنا أقول لك أجبتني التفكيلة إن شاء الله أشكرا لك الشكر موصول لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة يترككم برعاية الله على اللقاء فيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من برنامج سكورشيت اشتركوا في القناة